بيبدأ المسلسل مع حلقة من برنامج مسابقات واللي بيكون مستضيف بنت اسمها زوي وهي في المرحلة الاخيرة من المسابقة وبتكون المسابقة عبارة عن ان شاب معين واللي بيكون هو بطل البرنامج بيختار ما بين المتسابقات اللي معها في البرنامج عشان في النهاية ينقي انسب واحدة فيهم ويتجوزها وبتكون دي اخر مرحلة وبتبقى زوي متفقلة جدا وحاس انهم خلاص هيرتبطوا لكن الشاب ده بيصدمها وبمجرد ما بتبدأ الحلقة بيعلن قدام كل الناس انهم ماينفعوش لبعض وانه مش يقدر يكمل معاها فبتنهر زوي وبتفضل تكسر في الحاجات اللي في الستوديو وبسبب كل ده بتتشهر الحلقة وبيعرف كل ناس خصتهم لدرجة ان زوي بتتدايق من تنمر الناس على الحلقة بتاعتها فبقرر تقش في مكان معزول لحد ما ينسوا اللي حصل وبالصدفة بيكون المكان ده قريب من المدرسة الداخلية اللي كانت فيها ايام سنوي وبيعدي حوالي 6 شهور على استقرار زوي في المكان المعزول ده وفي يوم بتكون قاعدة تتأمل في الطبيعة لحد ما بتلاحظ ان الكلب بتاعها خايف وبمجرد ما بتحاول تقرب منه بيجري وبيبعد عن المكان وفي نفس الوقت بتتجمع الطيور اللي في السماء وبتجري في نفس الاتجاه وبعدها على طول بتحصل تشقوقات في الارض وبتبدأ المياه تخرج من تحت الارض فبتتراهب زوي وبتجري على الموبايل بتاعها واللي بتكون شايلال حالات التوارئ بس ودل انها مش عايزة تتواصل مع احد وبتتفاجئ بعدد كبير جدا من الرسايل لكن بتتجاه الكل ده وبتدخل تشوف توقعاته الارصاد وبتعرف ان حاليا بيحصل ارتفاع في منصوب المياه وعشان كده بيطلبوا من الناس يروحوا على اعلى منطقة قريبة منهم لان ده اقمن مكان في الظروف دي لحد ما يشوف الموضوع هيوصل لايه فبتقرر زوي تروح للمدرسة بتاعتها ودل انها كانت مبنية على اعلى جزء في المدينة فبتاخد عربيتها وبتجري على هناك وفي الوقت ده بيكون البنات اللي من نفس دفعة زوي متجمعين في المدرسة وبيحتفلوا بمرور عشر سنين على تخرجهم وبنشوف واحدة اسمها جينيفيف وهي واقفة بتتكلم مع بنت تانية اسمها ايميليا وبنعرف ان جينيفيف هي اللي منظم الحفلة دي ودل انها كانت قائدة الدفعة زمان وبتستغل ايميليا الفرصة وبتسألها لو زوي هتيجي ولا لا فبترد عليها جينيفيف وبتقول انها بعتت لها رسالة عن طريق البريد الالكتروني لكن زوي ما رضتش عليها وبيفضل الاتنين يبصوا للبنات اللي معاهم في الحفلة عشان يسترجعوا ذكريات طفولتهم وبتشاور جينيفيف على واحدة اسمها ساسكيا واللي بتكون حالان شخصية مستقلة وعندها شركة كبيرة وبعدها بشوية بتوصل واحدة من اصدقائهم القدام واللي بيكون اسمها سندي وبيظهر انها حالان من مشاعر السوشيال ميديا وان ام حاجة عندها وشكلها ونوع المركة اللي بتلبسها وبتكون وقفة مع بنتين تانين الاولى بيكون اسمها تريزا وبيكون نفسها الحفلة تخلص بسرعة عشان ترجع لزوجها البيت وبيظهر ان حلم حياتها تكون ام وانها حاولت اكتر من مرة تحمل بشكل طبيعي ولكن فشل وحالان بتفكر هي وزوجها نومي الجاء للتلقاح الصناعي والبنت التانية بيكون اسمها ريني وبتواجه كلامها لسندي وبتقول انها حالان بتشتغل في مجال رسم الضوفر بتاع السيدات فبتسخر منها سندي ودلقناها شغلنا بسيطة عشان كده بتقرر ريني تجذب على البقين وتخفي شغلتها الحقيقة وبعد شوية بتتعرف ريني على بنت اسمها فيبي وبتجذب وبتقول انها دكتورة وانها بتحب شغلها جدا وفي الوقت ده بتوصل زوي للمدرسة فبيجري الكل يسلم عليها وبيسأله عن تفاصيل المشكلة اللي حصلت في البرنامج لكن زوي بتبقى مش مركزة معاهم وبتستغرب هم ليه عملوا الحفلة اللي بيطلقوا عليه اسم حفلة لم الشامل بدون محد يقول لها فبتبرر جينيفي في موقفها وبتقول انها بعت تلاقي ايميل وهي ما ردتش وكل ده بسبب ان زوي كانت قفل على نفسها ومش بتمسك الموبايل فبتقرر انها تتجهل كل ده وبتحكي اللي حصل وبتقول ان في تشققات بتحصل في الارض ومنسوب الماء بيرتفع لكنهم بيتحكوا عليها وبيخمنوا نده والسبب كل اللي مرت بي الفترة اللي فاتت فبتصدقهم زوي وبتبدأ تشكف نفسها وبتقرر تدخل الحمام تغسل وشاة عشان تفوق وكمل الحفلة معاهم وبتبص زوي في المراية وبتبدأ تقنع نفسها ان اللي شافته ده مجرد تهيقات مش اكتر لحد ما بتدخل ايميليا عليهم الحمام وبنعرف انهم كانوا اصدقاء مقربين ايام سنوي لكن فجأة ايميليا ثابت المدرسة ومشت بدون ما تقول اي حاجة وده اللي خلى زوي تكرهها وما تحاولش حتى تتواصل معاها وبيسلموا على بعض كأنهم اشخاص غريبين وبترفض كل واحدة انها تتكلم في ليفات وبعدها بتقرر زوي انها تستمتع بالحفلة وبيبان ان ايميليا عايزة تمشي لكن زوي بتقنعها تستنى معاها شوية وبعدها بتسيبها زوي وبتروح لبنتين صحاب اسمهم تيجن وميجن واللي بيكونوا سايبين الحفلة وقاعدين برا بيشوفوا مخدرات فبتاخد زوي من المخدرات اللي معاهم وبتسيبهم وبترجع الحفلة وبيسكر كل الموجودين وبيقض وقتهم في الغنى والرأس وفي نص الحفلة بتقرر ايميليا انها تمشي لكن بتكتشف ان المنطقة اللي حواليهم غرقت فبتمسك المايك وبتبلغهم باللي شفيته وبيجري الكل يشوف اللي حصل وبيكتشف انهم بقوا محبوسين في المدرسة والمشكلة دلوقت ان ما فيش اي وسيلة للخروج وكمان تيجن وميجن بيكونوا محبوسين فوق مكان عالي وحواليهم المايا ماليا المكان فبيتطوع زوي واميليا انهم يروحوا ينقذوهم وبعدها بيتجمع الكل في المدرسة عشان يفكروا في حل وبتفتكر ايميليا كلام زوي اول ما وصلت وبتستنتج انها مكانتش تهيئات ولا حاجة وبيبدأ الكل يتخانق مع زوي ودلق انها كانت عارفة ومحاولتش تنقذهم لكنها بتدفع عن نفسها وبتقول انها حاولت وهم اللي ما صدقوش فجأة واسناء ما هما بيتخانقوا مع زوي بتقع حاجات من ساقف المدرسة وبيغرق نص المبنى وفي الوقت ده بتكون زوي على وشك انها تقع وتغرق بتعرف اللي حصل فبينصحوها تقعد تاكل قبل ما الاكل يخلص وبعدها تعيد براحتها وبعدها بيعودوا يفكروا في حل المشكلة وبيقراروا ان مجموع منهم تاخد المركب الموجود في المدرسة وتروح تدور على اي وسيلة انقاذ او اي اشخاص حواليهم ممكن يساعدوهم وحد تاني يدور على الاسعافات الاولية ويجمع في مكان واحد وحد تالت يجمع كل الاكل عشان يبدأوا ياكلوا بحساب وده لان محدش يعرف هم هيقعدوا هنا قدي بالزبط ولان كلهم بيبقوا متضايقين من زويا وبيعتبروها سبب المشكلة فبيجبروها تخسل الموعين وبيسيبوها وبيمشوا وبيتحرك ارباع منهم في المركب وبيكون من ضمنهم ايميليا وساسكيا وبتبدأ ايميليا تفتكر ذكريات المدرسة وبيظهر ان ساسكيا كانت شخصية متلمرة عشان كده بتدقي ايميليا من وجودها وبتقرر تنطف المياه وتدور لوحدها على وسيلة انقاذ وفي الوقت ده بتجمع سندي اتنين من البنات عشان يدوروا على الشنطة بتاعتها وده لانها ماركة غالية جدا وبتكون سندي مش مهتمة بالمصيبة اللي هم فيها ووزعلنا بس على الشنطة بتاعتها وبيفضلوا يدوروا لساعات لكن مش بيلاقوا حاجة اما تيجن وميجن فبيكون مش فارق معهم اي حاجة من اللي بتحصل وبيلموا كل الخمرة اللي بتكون متشالة من الطاليبات اللي كانوا موجودين هنا اخر السنة وبيعودوا يشربوا منها وبعدها بشوية بترجع ايميليا للمدرسة بعدما فشلت انها تلاقي حاجة ممكن تساعدهم وبتقرر تروح لريني اللي عينت نفسها كمسؤول عن عيادة المدرسة بعدما اقناعت كل الموجودين انها دكتورة مشهورة فبتطلب منها ايميليا تدور على اي حبوب اكتئاب كانت موجودة مع الطلبة اللي قبلهم وتجيبها لها وبيباني ان ايميليا ما تقدرش تعيش من غيرهم وبتطلب من ريني ما تحكيش لأي حد عن الحبوب دي وبعدها بتروح ايميليا تتكلم مع زوجة اللي بتكون مجهولة بانها تحاول تطلب المساعدة عن طريق انها تقص العجب على هيئة كلمة مساعدة عشان بعدها تولع فيه وتظهر الكلمة لأي طيرا مع ديها من فوقيهم ايميليا جاية تطلب مساعدتها في انها تشغل الراديو بتاع المدرسة عشان يحاولوا يوصلوا رسالة استغاثة لأي حد قريب منهم خصوصا ان شبكة تلفزيون بايزة وكل موبايلاتهم بدأت تفصل شح وبيروح الاتنين لمولد التقل واحد الموجود في المدرسة عشان يستخدموه ويشغلوا منه الراديو لكن بيتفاجئون فيه بسبقيتهم واستخدمت المولد عشان تشحن اللابتوب بتاعها بيتخانق الاتنين معاها وبيفصلوا المولد بسرعة قبل ما التقل فيه تخلص وبعدها بينجحوا في تشغيل الراديو بسهولة لكن المولد بيفضى بسرعة عشان كده بيفقدوا الامل في موضوع الراديو وفي الوقت ده بيكون ساسكيا وتريزة لسه في المياه وبتنهار تريزة اللي بيكون نفسها ترجع لزوجها وحياتها الطبيعية فبتوسيع ساسكيا وبتطمنها انهم لو تعاونوا مع بعض اكيد هيلاقوا حل وبيباني ان ساسكيا شخصية قيادية وعندها خبرة في التعامل مع المشاكل بسبب شغلها وبعدها بشوية بيقفشل الانين انهم يلاقوا اي مكان او اي شخص ممكن يساعدهم فبيقراروا يرجعوا للمدرسة من تاني وبعدها بشوية بيتجمعوا تاني فوقات الغداء وبتقرب ريني من ايميليا وبتديلها جزء من ادوية اللي اكتاب اللي لقيتها وفي الوقت ده بيبدأوا توزيع القوض عليهم وبيقعد كل كنين منهم في قوضة واحدة وبيكون الكل بدأ يتأقلم مع اللي بيحصل ما عادة سانديو اللي بتفضل تبكي على حياتها والمعاجبين اللي هي سايبايهم وبتبكي كمان على الشنطة اللي ضعت منها ودلقناها كانت غالية ومهمة بالنسبة لها وبعدها بشوية بتطلع كل واحدة لقوضتها وبتعود ايميليا وساسكيا اللي واحدهم عشان يتكلموا وبالرغم من الخلافات القديمة اللي ما بينهم بتطلب منها ايميليا انها تكون القائدة بتاعتهم لحد ما يخرجوا من هنا ودلقناها شخصية حزيمة وعمرها ما كانت قائدة عليهم ايام المدرسة وخسروا في اي حاجة فبتبدأ ساسكيا تفكر في الموضوع وبيباني انها موافقة وبعدها بشوية بتخرج ساندي عشان تكمل بحث عن شنطتها فبيروح ساسكيا وزوي عشان يساعدوها لحد ما ساندي بتتعب وبتقرر تقعد ترتاح في المركب واللي بيكون ماركون جنب المدرسة وبتفضل ساندي تعيط على شنطتها لحد ما بتتعب وبتناموا يا في المركب وبعدها بتقرر ساسكيا تستغل الموقف لصالحها عشان كده بتزوق المركب في المياه وبتجبر زوي انها تساعدها وبتكون قصدة تعمل كده عشان يخلصوا من ساندي ودلقناها تنشر اليأس في المكان وتخلي الباقيين يفقدوا الامل زيها وبالرغم من رفض زوي اللي بيحصل لكن ساسكيا مش بتدلها فرصة تقول رأيها وبعد حوالي اسبوع من اختفاء ساندي بيبقوا مرعبين عليها وفي الاول بيكونوا فاكرين انها متضايقة فراحة تدور على شنطتها لكن كلما الوقت بيعدي بيقلقوا عليها اكتر وبيخافوا يكون حصلها حاجة وبيمثل زوي وساسكيا ان هما كمان قلقانين وبيبدأوا يدوروا معهم وينادوا عليها في كل مكان وبعدها بتجتمع ساسكيا بكل الموجودين واللي بيكونوا متأثرين جدا باختفاء ساندي وخصوصا جينيفي في اللي لسه بتعايت عليها لحد دلوقتي فبتتكلم ساسكيا معهم بما انها بقت القائدة بتاعتهم وبتقول ان عندهم مشاكل تانية لازم يشوفوا لحل وعشان كده بتؤمرهم ينسوا ساندي ويقفلوا الصفحة دي وبتطمنهم ان ساندي والماركي بيختفوا في نفس الوقت وبتلاحظ ساسكيا ان كل البنات خايفين من اللي ممكن يحصل بعد كده وعشان كده بصفاتها القائدة بتاعتهم بتقرر تخصص ساعة كل يوم بالليل وبتسميها ساعة التفريغ العطفي عشان كل واحدة فيهم تخرج الطاقة السلبية او تعايد بالطريقة اللي تعجبها وتاني يوم بتقعد ساسكيا مع كل واحدة من البنات اللي موجودين في المكان عشان تعرم مهارات كل واحدة وتشوف ممكن يستفيدوا بيها ازاي وبعد مقابلات كتير بتقعد ساسكيا تفكر لحد ما بتطلع بخطة يمشي بيها الفترة اللي جاية وبتجتمع بالبنات عشان تبلغهم الخطة دي وبتقسمهم العدد من المجموعات مجموع منهم مهمتها تدور على حل في مشكلة الكهرباء وبتأكد عليهم انهم يلاقوا حل في اسرع وقت وده لانهم من غير كهرباء مش يقدروا يعملوا اي حاجة وبتعين ايميليا قائدة لهم والمجموع التانية بتكون مهمتها هي انهم يعملوا حفر صغيرة في المساحة اللي حوالين المدرسة عشان يستخدموها كحمام وده لانسبكة المدرسة كلها بوزت ومحدش عارف يدخل الحمامات وبيظهر ان كل اعضاء المجموع التانية معترضين على وظيفتهم لكن ساسكيا بتكون شخصية قوية وبترفض ان اي حد يعدل على كلامها وبتكون مهمة تريزا هي الطبخ بشارك انها ما تديش اكل لأي حد اللي بإذن من ساسكيا وبتعين زوية نقيبة عن تريزا قدام الطالبات وبيكون في مشكلة تانية قدامهم وهي ان معظم الاكل خلص ومش فاضل بس غير كمية معينة من الرز وبيطلبوا من تريزا بصفاتها المسؤولة عن الاكل انها اللي تدور على حل وفي نص الكلام بتعترض جينيفيف وبترفض انها تنضم لأي مجموع من الاتنين وبتقرر انها تكمل بحثها عن ساندي وبعدها بشوية بتبدأ كل مجموع شغلها وبتحاول ايميليا تخلي كل اللي معا يركزوا لكن بتكتشف انهم جعنين ومش قادرين يفكروا فبتروح تتكلم مع ساسكيا لكن ساسكيا بتصدمها وبتقول انها منعت عنهم الاكل لحد ما يلاقوا حل المشكلة وبتبرر اللي عملته وبانها كانت عايزة تحط لهم دفع يشتغلوا عشانه فبتعترض ايميليا اللي بتكون خايفة عليهم من الجوع وشايف ان دي وسيلة تعذيب مش تحفيز ومع ذلك بتفضل ساسكيا مصر على موقفها فبتسيبها ايميليا وبتروح لتيري اللي بتكون مسؤولة عن الاكل لكنها برضو بترفو تكسر كلام ساسكيا ومش بتدالها حاجة واسناء ما هم بيتكلموا بيفتكروا نوم زمان لما كانوا طلاب في المدرسة كانوا متعودين يطلبوا اكل من برا ولان دي حاجة بتخالف قوانين المدرسة فكانوا بيتطروا انهم يخبوها وكانوا عاملين لنفسهم مخبأ سري في حتة معينة من السقف وبتقول تاري ان قريبتها طالبة حاليا في المدرسة دي وقالت انهم لسه بيخبوا الاكل في نفس المكان فبتقرر ايميليا تروح تدور في المخبأ ده وفعلا تلاقي اكل متشال هناك ولكن المشكلة انها بتلاقي حيوان غريب فبتخاف وبتخرج بدون ما تاخد حاجة في الوقت ده بتكتب زوي ورقة وبتحطها في ايدتي مثال جنب المدرسة عشان الناس تفتكر انها من ساندي وانها كانت بتودعهم قبل ما تمشي وبتكون عاملة كده بأمر من ساسكيا لكن أثناء ما هي بتحطها بتلاقي المجدف بتاع المركب اللي ساندي كانت راجبها عين مع المياه ومكسور فبتتراب وبتروح تخبيه بسرعة وبعدها بتروح تحكي اللي حصل لساسكيا وبتكون زوي حاسة بالندم عن اللي عملوه على عكس ساسكيا اللي بتكون مقتنعة بالعملاته وشايفة ان ده الحل الوحيد وعشان كده بتقمر زوي تخفي المجدف ده وتتعمل كأنها ما طرفش حاجة وفي الوقت ده بترجع اميليا المعمل وبتكتشف ان البنات اللي معها من كتر الجوع مسكوفور وبيحاولوا نوم يسويه عشان يكله مع بعض لكنها بتخاف عليهم وبتتعاطف مع حالتهم وعشان كده بتقرر تلجأ الاخر حلق قدامها وبتروح تتكلم مع زوي وبتطلب منها تروح لساسكيا واتخالها ترجع في كلامها لكن زوي بتعتذر وبترفض انها تدخل وبيبدأ الاثنين يتعدوا على حصل زمان وبنعرف ان اميليا ثابت المدرسة فجأة ومشي بدون ما تقول اي حاجة وعشان كده زوي مش قادرة تسمحها وده لانها كانت صداقتها المقربة ومشت بدون ما حتى تودعها لكن اميليا بتدفع عن نفسها وبتقول انها حاولت تودعها لكن اكتشفت ان زوي تعرفت على ساسكيا وبقوصها قول ان اميليا وساسكيا كانوا بيكراهوا بعض قررت اميليا انها تمشي بدون ما تقول اي حاجة فبتحاول زوي تفهم منها يليه مشيت زمان وثابت المدرسة لكن بيبان ان اميليا لسه متأثرها بالماضي ومش عايزة تحكي وعشان كده بتمشي وتسيبها بدون ما ترد على السؤال وبعدها بترجع اميليا على المعمل وبتنهر بسبب اللي حصل وكمان بتعتذر للفريل اللي معها انها مش قادرة تكون قائدة كويسة ليهم وبتقول انها مش هتقدر تجيب اكل غير لما يخلصوا المهمة فبيقرروا يستعينوا بكتب من مكتبة المدرسة عشان يفتكروا المنهج اللي درسوا الزمان وبعد محاولات كتير بتنجح المهمة وبيقدروا انهم يولدوا كهرباء واسناء ما هما بيحتفلوا مع باقي البنات بيلاقي اتنين منهم واللي هما تيجان وميجان الرسالة الموجودة في التمثال فبتقرها جينيفي فقدام كل الموجودين وبيعرفوا انها من ساندي وانها كانت عايزة تودعهم قبل ما تمشي وبتقول انها لقيت شنطتها وقررت تاخد المركب وتحاول ترجع بلدها فتمن كل الموجودين انها بخير وما فيش حاجة حصلت زي ما كانوا متوقعين وفي نص الليل بتلاقي فيه بشنطة ساندي اللي كانت بتدور عليها استنتج اني فيه حاجة غلط ونيساندي مشيال كاتب الورقة دي وبتواجه ساسكب اللي عرفته لكنها بترفض طول اي حاجة وبيعد 4 و 40 يوم على وجدهم في المدرسة وفي الفترة دي بيكون النظام هو انهم بيتجمعوا كل يوم الصبح في الجيم اللي جوه المدرسة عشان كل واحدة تستخدم قلت الجري بتاعتها عشان تقول الكهرباء تملى بيها البطارية وفي نهاية اليوم بتسلم كل واحدة فيهم البطاريات بتاعتها وبتاخد بدلهم اي حاجة هي محتاجيها وبتكون فيه بها المسؤولة عن عملية تبديل دي وبتكون حطة سعر لكل حاجة جوه المغزن بتاعها واللي بتكون حطة فيه كل الحاجات اللي جمعوها من قوض الطلبة اللي كانوا عايشين في المدرسة وبعدها بتاخد زوية جزء من البطاريات دي عشان تشغل الراديو وتبعت من خلاله رسالة استغاثة ولكن لحد الوقت ده ما فيش حد بيرد أو بيجي قزهم وتاني يوم بيتجمعوا كلهم في الجيم وبتكون ساسكيا المسؤولة عن الاشراف عليهم في الوقت ده وأثناء ما كل واحدة بتكون قاعدة مرة عشان تملى البطاريات بتاعتها وبتتعب لورة وبتفقد الوعي وبمجرد ما بيتأكدوا انها ليس تعيشة وبتتنفس بتأمرهم ساسكيا يرجعوا للتمرين وبيستغربوا هاي زي اسيا كده وبيخافوا منها وبترد عليهم ساسكيا وبتقول إن الكهرباء هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذهم دلوقتي وعشان كده يا مش هتسمح لحد منهم إنه يعطل البقين أو يأخر عملية إنقاذهم وبعد امرين بتتسحب ساسكيا المكتب مدير المدرسة هيك بتعمل مجسم على شكل إنسان وبتحط قدامها وبتبدأ تتكلم معاه على إنه المعالج النفس بتاعها وبتحكي عن كل اللي مدايقها وبيبان إنها بتعاني من مشاكل كدير في حياتها وبيبان كمان إنها شخصية طيبة على العكس ما بيبان عليها وبيظهر إنها لما كانت في المدرسة كانت بتحب مدرس اسمه رايان لكنه تخلى عنها ومشي ومن وقتها ساسكيا بتكره حياتها ومش عارفة تنساه وأثناء ما هي بتتكلم مع المجسم بتدخل عليها تريزا فبتشيل ساسكيا المجسم بسرعة وبتمثل إنها كانت بتنظف المكتب وبتكون تريزا جاية تتكلم معها بخصوص الأكل وبتقول إن البنات زهقوا من الأكلة بتاعت كل يوم ونفسهم ياكلوا أي حاجة فيها بروتين وبترفض الساسكيا إنها تساعدها وبتقول إن دي مهمتها هي ولازم تفكر في حل فبتقرر تريزا تروح تصطاد وتأكلهم سمك وفي اليوم ده بتروح إيميليا تسلم البطارية اللي معيها وبتطلب بدلها مضاد اكتئة لكن فيه بتصدمها وبتقول إنه فيه نقص في الأدوية وإنها خلت قلبة الدواء بمقابل 3 بطاريات بعد ما كانت ببطارية واحدة ولإن إيميليا بتكون مضطرة تاخد الحبوب فبتقرر تضرب ساعات إضافية عشان تملى بطاريات أكتر وبليل بتنجح تريزا إنها تصطاد سمكة واحدة وبتقدمها للبنات اللي بيكونوا مبسوطين جدا بالمجهود اللي هي بتعملوا وبشكروها وتاني يوم بترفض جينيفيف إنها تتمرن معاهم ونعملة كده مخصوص لإنها معترضة على أسلوب ساسكيا في القيادة وبتبقى فاكرة إنها كده بتجبرها تسمع قراءها لكن ساسكيا بترد عليها وبتحرمها من الأكل والشرب والميا ودل إنها مش بتسام في توليد الطاقة زي الباقيين فبتخرج جينيفيف من المكان وهي متعصبة وبعدها بيبدأ كل البنات يعبرهم كمان عن رأيهم وبيطلبهم من ساسكيا تقلل وقت التمرين شوية وتخلي كل يومين بدل كل يوم فبتحس ساسكيا إنهم أشخاص مش مسؤولين وعشان كده بتتعصب عليهم وبتمشي وبتسيب التمرين وبعدها بتروح زويل المخزن اللي جنب المدرسة وبتاخد تريزا عشان توريلها المركب اللي بناته هناك وبتقولي إن بقالها كتير بتشتغل عليه عشان يكون جاهز لو حد حابب يغامر ويخرج من المكان وبتستغل زويل فرصة وبتسأل عن السبب اللي بيخلي إيميليا تتمرن وقت أطول منهم فبتقول تريزا إنها شافتها ويبتاخد أدوية اكتئاب وبتخمن إن فيبي بتبيع الأدوية دي بعدت بطريات كبير فبتتصدم زويل إن إيميليا خبت عليها حاجة زي دي وفي الوقت ده بتكون ماسكة حديدة طويلة ويبتتكلم ومن كتر الصدمة بتقع الحديد على رجلة تريزا وبتتصاب فبيستدعوا ووريني عشان تقايم حالتها وبتحاول تداري إنها كدبة وإنها ما تعرفش إي حاجة عن الطب وبتطمنهم إن الحالة بسيطة وإنها تحتاج تشيل ضفر الصبعة مش أكتر وبياخدوا تريزا لقودة فاضية ولكن من كتر التعب بتفقد الوعي وفي الوقت ده بتكون فيبي موجودة عشان لو ريني احتاجت أي مساعدة وبتبدأ ريني تشيل الضفر ولكن بالغلق بتقطع عقلة الصبعة كلها وبتبقى فيبي مش مهتمة باللي هي بتقوله وبتحاول تلف الجرح عشان ما ينزفش أكتر من كده في وقت قولها اللي بقدروا يسيطروا على الحالة وبعدها بتفوق تريزا وبتتصدم إن اللي هم عملوه وده لإن حالتها كانت بسيطة ومش محتاجة قطع عقلة ولا حاجة فبتاخد فيبي ريني وبيخرجوا برا القوضة تتجاهل ساسكي يا كل اللي حصل وبتؤمر تريزا تقوم تصدق أي حاجة يكلوها فبتتصدم تريزا وبتستغرب هي ازاي مش مقدرة حالتها وفي الوقت ده بتكون ريني قاعدة تتكلم مع فيبي وبتسألها ليه دارت عليها ورفضت تقول إنها مش دكتورة فبترد فيبي وبتقول إنها فهم إحساسها كويس وده لإن كل البنات اللي معهم متنمرين ومش بيحترموا حد غير لو كان معاش هادة كويسة وبتقول إنها لما خدت منح عشان تدرس سنة وفي المدرسة دي ووقتها كانوا بيتعاملوا معها طريقة مش كويسة وكأنها أقل منهم كلهم وفي الوقت ده بتوصل ساسكيا وبتتخاني معهم بسبب اللي عملوه في تريزا وبناها عرف إنها عملت فق مع فيبي وهو إن فيبي ما تقولش لحد موضوع الشنطة اللي لقيتها وفي المقابل تريزا مش هتخاليها تتمرن معهم كل يوم لكن بسبب الخناء اللي حصلت بترجع فيبي في كلامها وبقرر إنها تفضح ساسكيا وتوري الشنطة للبنات في الوقت ده بتحس زوي بيزنب بعد اللي عرفته عن إيميليا فبتقررت ساعدها تملى البطاريات عشان تقدر تاخدوا الحبوب بتاعتها وبيقعد الاتنين يتمرنوا سوا بدون ما يتكلموا في أي حاجة من اللي حصلت زمان وبالليل بيعرف كل البنات بموضوع الشنطة فبيستنتجوا إن ساسكيا هي لقتلت ساندي وبيكونوا عايزين يقتلوها لكن إيميليا بتتدخلوا وبتكون شايفة إنهم لازم يتأكدوا الأول إنها اللي عملت كده وبتقترح إنهم يروحوا قط العقاب اللي جوه المدرسة واللي كان بيتم فيها عقاب أي طالب يعمل حاجة غلط وهناك يشوفوا كل الأدلة اللي معاهم وبعدها يصوت كل شخص إذا كانت ساسكيا تستحق القتل ولا لأ وبتكون زوي حاسة بالزنب ودل إنها تعتبر شريكة في الجريمة ومع ذلك ساسكيا هتتحكم لوحدها وبتبدأ المحاكمة اللي بتكون بقيادة جينيفيف واللي هي أكتر واحدة بتكره ساسكيا من الموجودين وبتقول إنها بصت في الرسالة للقوها ولاحظت إن ده مش إسلوب ساندي في الكلام فبتحس أميليا إن المحاكمة مش عادلة وإن لازم يكون فيه محامي بيتكلم بصوت ساسكيا عشان يقدروا يوصلوا للحقيقة والغريبة إن محدش فيهم بيكون متعاطف مع ساسكيا لأميليا وعشان كده وبالرغم من العدوة اللي ما بينهم بتتطوع أميليا وبتقرر نهاية للدفع عنها وبيقرروا إنه لورة تكون هي القاضي اللي بيحكم في النهاية وبتطلب أميليا من الموجودين يسيبوها مع ساسكيا شوية عشان تعرف منها اللي حصل بالزبط وفي الوقت ده بتستغلي زوي فرصة انشغال الناس وبتسرق الرسالة من غير ما حد يشوفها وبتقعد ساسكيا تتكلم مع أميليا وبتحكي كل اللي حصل لكن بترفض تقول إن هي لسابت ساندي في المركب أما زوي فبتاخد الرسالة وبتقرر إنها تعدل لكلمات اللي فيها وتكتبها بإسلوب ساندي عشان تبعد التهم عن ساسكيا ولكن بتتفاجئ بفيه بداخل عليها وبتقول إنها شافتهم يوم اختفاء ساندي وهم موقفين معاها وبتكون مستعدة داري على زوي في مقابل إنها تجيب لها قلب الطلاق أظافر من اللي عندها فبتوافق زوي وبتترجعها ما تقولش حاجة وبتبدأ المحاكمة وبتقرأ جينيف في الرسالة لكل الموجودين عشان توريه مختلاف الإسلوب لكن بتتفاجئ إن فيه كلمات متغيرة فبتستنتج إن حد فيه سرق الرسالة وعدلهم وبسبب اللي حصل بيقرروا يستبعدوا الدليل ده وده لإن ما حدش هيقدر يسبت إذا كان الكلام تغير فعلاً ولا لأ وبعدها بيجي دور فييبي عشان تقول شهادتها وبتحكي إنها شافت ساسكيا وقفة مع سانديا قبل اختفاقها بوقت قليل لكن ترفض تجيب سرق زوي فبتقطع إيميليا وبتقلب الموضوع ضدها وده لإنها لقت الشنطة من أسابيع ومع ذلك قرارت تبتز ساسكيا ورفضت تقول الحقيقة فبيحصل خناءات في المحكمة وبتختلف قراء كل الموجودين وبتبدأ كل طالبة من الموجودين تتكلم عن تنمر ساسكيا عليها زمان وبيظهر إن ده السبب الحقيقي اللي مخليهم كرهنها وعايزين يعقبوها ونعرف إن ساسكيا كانت بتتنمر عليهم كلهم بدون أي استثناء لدرجة إنها عملت لهم عقد نفسية وعظمهم بيتعالج منها لحد الوقتي وبالرغم من كل اللي تقال بتعترض إيميليا اللي بتكون شايفة إن التنمر مش سبب كفية عشان يعقبوها وإن طالما ما فيش أي دليل يثبت إنها قتلت ساندي بقى ساسكيا بريقة فبتقطع ساسكيا والفجأة إنها بتعترف على نفسها وبتقول إنها فعلا سبت ساندي نايمة في المركب وحركت المركب ناحية المية وبعدها بتبدأ تتكلم عن ماضيها وبيظهر إنها كانت مرتبطة بالمدرس بتاعهم وإنه كان بيحبها جدا لكنه يسابها فجأة وبدون أي أسباب وعشان كده شخصية ساسكيا تحولت وبدأت تطلع غضبها على كل الطالبات وبتقول إنها لما رجعت للمكان ده فتكرت شخصيتها القديمة وكل اللي حصلها زمان وفي الوقت ده بيكون تيجان وميجان بدأ يشوفوا خيالات في المدرسة بيخمنوا نداة بسبب المخدرات اللي بيشربوها لكن بعدها بيخافوا وعشان كده بيقرروا يروحوا يصلوا في الكنيسة اللي جوه المدرسة عشان يترودوا الروح دي وبيتصدموا إن في حمام جوه الكنيسة ونصالح للإستخدام وبيلقوا هناك ورق خاص بجينففة بيعرفوا إنها كانت بتيجي هنا ورفضت تقولهم وعشان كده بيقتحموا المحاكمة وبيحكوا عن اللي لقوم وبسبب اللي حصل بيقرر كل الموجودين إنهم يعقبوا ساسكيا وجينفف في نفس الوقت عن طريق إنهم يحلقوا شعرهم وبتحاول إيميليا أنها توقفهم لكن بتفشل وأثناء تنفيذ العقاب بيكون تيجان وميجان بيطردوا نفس الشبح اللي شايفوه قبل كده لحد ما بتنجح واحدة فيهم إنها تضربوا وبعدها بيكتشف إنه مش شبح ولا حاجة وإنها بيكي المدرسة بتاعتهم لما كانوا في المدرسة فبيفوقوها بسرعة وبيعرفوا إنها لسه بتشتغل هنا لحد دلوقتي وإنها كانت قاعدة في قدتها وما حستش أصلا بوجودهم وبيباني إنها بتكره الدفع دي وخصوصا عشر بنات منهم ودل إنهم كانوا مشاغبين ومتنمرين وبيتريعوا عليها وبتجتمع بيكي بالعشر بنات دول وبتكون جايبة معها صندوق موجود فيه كل الرسالة اللي كتبوها لنفسهم زمان وبيكون كل بنت فيهم كانت برسالة لنفسها عشان تقرها لما تجبر فبتفتح كل واحدة الرسالة بتاعتها وبيسترجعوا الذكريات وبتكتشف فيه بإنها زمان كانت وحيدة ودمنت لما تجبر يكون عندها صحاب فببص اللي حواليها هي متأثرة وبتفرح إنها في وسطهم دلوقتي أما زوي فبتكتشف إنها كتبت رسالة لإيميليا وكانت متضايقة إنها مش بترد على مكالمتها وبتقرأ كل واحدة فيهم رسالتها لحد ما بيجي الدور على إيميليا واللي بتكتشف إنها ما كتبتش رسالة ودلقناها ثابت المدرسة بدري وبتقول بيك إنها نسيت تعزيها على وفاة والدتها فبتستغل الفرصة دي وبتعزيها وبيكتشف كل الموجودين إن إيميليا ثابت المدرسة الزمان بعد ما عرفت بنتحر والدتها ووقتها اضطرت ترجع البيت وين جنب أسرتها وتتصدم زوي وبتخرج من القاعة وهي بتعايد فبتروح إيميليا عشان توسيها وبتكون زوي مضايقة من نفسها ودلقناها ما كانتش جنبها في أصعب وقتها بتمر بيه وبتلوم إيميليا إنها ما صرحتهاش بالسبب الحقيقة قبل ما تمشي وبتفضل زوي تعتذر لكن إيميليا بتكون مش قادرة تسمحها وعشان كده بتمشي بدون ما ترد عليها وفي الوقت ده بيكون بقى البنات لسه متجمعين وبتستغل رين الفرصة وبتعترف إنها مش دكتورة ولا حاجة ومع ذلك بيسمحوها وبتبدأ كل واحدة فيهم تحس بالزم بتعتذر عن كل اللي عملته لدرجة إن الساسكيا نفسها بتعتذر لكل الموجودين وكمان بتتصالحها وجينيفة وبييجي وقت الغداء وفي اليوم ده بتكون تريزا قدرت تستطط سمكة كبيرة فبيتجمعوا كلهم عشان ياكلوا معادة زوي اللي بتاخد جزء من الأكل وبتقرر تروح تاكله مع إيميليا وبعدها بشوية بيتعب كل الموجودين في نفس الوقت وبيكتشفوا إن السمكة عملت لهم تسمهم وده لإن اللي كلوا منها بس هم اللي تعبوا وبيقضوا ليل كله تعبنين وبتفضل بكي تتنقل ما بين قواضهم عشان تطمن عليهم وفي الوقت ده بتوصل زوي الإيميليا واللي بتكون قاعدة في المغزن اللي جنب المدرسة وبتكون زوي واخد الأكل عشان ياكلوا سوا وبيباني إنها مصرة تفضل جنبها عشان تصلح لعملاته زمان وبعد عتاب طويل ما بينهم بتوافق إيميليا أنها تسمحها وبيقرروا ينسوا كل اللي حصل زمان وفهاجة بيتعب لتنين وبيعرفوا إن السمكة دي هي السبب وبسبب التعب مش بيجي لهم نوم وبيفضلوا صهرانين يتكلموا وبتحكي إيميليا عن نفسها وبتقول إن والدتها ماتت بسبب الاكتئاب وعشان كده هي بتخاف إن الحبوب اللي معها تخلص وتكون نهايتها زي والدتها لكن زوي بتطمنها إنها تفضل جنبها ومش تسيبها تاني أبدا وتاني يوم الصبح بتفوق ساسكيا اللي بتكون نايمة في مكتب المدير وبتكتشف إن بيكي كانت خايفة عليها وفضلت قاعدة جنبها نعرف إن بيكي كانت عارفة بالعلاقة اللي ما بين رايان وساسكيا من زمان وكانت عارفة كمان إن رايان شخص مش كويس وإنه بيعمل كده مع أكتر من بنت وعشان كده كانت بتحاول تحمل بنات منه بإنها تتهمهم بحاجاتهم ما معملواش عشان تحبسهم في قط العزل وتبعدهم عنه وبتقول إنها عملت كده عشان تحميه مش أكتر فبتتأثر ساسكيا وبتفضل تعايت وبعدها بتجمع بيكي كل البنات وبتطمنهم إن فيه جنة في المدرسة وفيها نباتات كتير يقدروا يأكلوها وبتقول كمان إن فيه فراخ في مزرعة المدرسة يقدروا يستفيدوا منها فبيفرح كل الموجودين والأول مرة من فترة طويلة بيأكلوا حاجة هم بيحبوها وبعدها بيقعدوا سوا يتكلموا وبتحكي كل واحدة فيهم عن حاجة عملتها زمان وندمان عليها دلوقتي فبتتأثر ساسكيا وبتقول إنها كانت بتتمنى تبعد عن رايان قبل ما يدمر حياتها وبسبب القليط بيقراروا إنهم يجيبوا صورة كبيرة لرايان ويحطوه على خشبة وبعدها يرموها في البحر ويولعوا فيها وبيباني إن كلهم كرهوا بسبب اللي عملوا في ساسكيا وبعدها بكم ساعة بنشوف ساندي اللي بتكون لسة تايها في البحر من ساعتها وبمورد ما بتشوف صورة رايان عيمة على المية بتعرف مكان المدرسة وبتقرر تروح على هناك وبتفضل ساندي تجدف في البحر لحد ما بتوصل للشاطئ لقدام المدرسة وبيتفاجئ الموجودين لما بيعرفوا بنا عايشة أما ساندي فبتقرر تنتقم من اللي عملوا فيها كده وبتروح لساسكيا وبتفضل تضربها لحد ما بتتعب وبعدها بتبدأ تضرب في زوي وبيتفاجئوا كلهم إن زوي كانت مشاركة في الجريمة خصوصا إيميليا اللي بتكون صداقتها المقربة ومع ذلك زوي رفضت تحكيلها وبتفضل ساندي تضرب في زوي وبتتعنى في ظهرها بالسكينة لكن الإصابة بتكون بسيطة فبتترجهم زوي يخرجوا السكينة من ظهرها لكن الكل بيرفض وبيمشي وبيسيبوها وبعدها بيتفاجئوا إن ساندي حرقت محصول الخضر عشان تنتقم منهم فبيقرروا يكتفوها وده لإنها بقت بتمثل خطر ليهم وبيتجمع الكل حوالين ساندي وبيسألوها الحياة بره عاملة إزاي فبتقولهم إنها ملقتش أي ناس غيرها وده معنى إن العالم كله غريء ومفيش حد ينقذهم فبتأثر كل واحدة من الموجودين وبتفكر في أهلها واللي ممكن يكون حصل لهم وبسبب اللي قالتو ساندي بتقترح إيميليا إنهم يعملوا حفلة ودايع قبل ما يموتوا من الجوع وبيكونوا لكلهم وفق معدى زوي لكن محدش بيهتم برأيها فبيسيبوا ساندي مربوطة وبيبدأوا هم تجهيز الحفلة وبتروح زوي تتكلم مع بيكي لكن بتكتشف إنها كمان فقدت الأمل في الحياة وموفقة تحتفل معاهم عشان تقضي آخر يوم في حياتها وهي مبسوطة وبيبدأوا تجهيز للحفلة وبيقرروا يستخدموا كل الأكل اللي معاهم وده لإنهم كده كده يموتوا من الجوع فالأولى دلوقتي إنهم يتبستوا في آخر يوم في حياتهم وياكلوا برحتهم وبتلجأ زوي لآخر حال قدامها فبتاخد كل الفستين بتاعتهم ولكن في النهاية بيقرروا يحضروا الحفلة بلبس الطلب اللي كانوا موجودين قبلهم تبدأ الحفلة وبيكونوا كلهم مستمتعين جدا أما زوي فبتقرر تروح تعتذر لساندي وبتاخد معا الشنطة بتاعتها عشان ترضى تسمحها وبعدها بتسيبها زوي مربوطة وبتروح تجبلها أي حاجة تقولها لكن لما بترجع تفاجئ إن ساندي فكت نفسها وهربت وبعد بحث طويل بتكتشف إنها خطفت تريزا وعايزة تاخدها معا المركب وتهرى فبتوقفهم زوي وبتحاول تفهم اللي بيحصل وبتكتشف إن ساندي كل دا كانت تغدعهم وإن لسه في ناس كتير عايشين زيهم وبنعرف إن ساندي في الفترة اللي غابتها تعرفت على قبطان مركب وحالين هيحامل منه وعشان كده بتكون عايزة تاخد تريزا معا للمركب عشان تربيلها الطفل ودلق إن تريزا حلم حياتها إنها تكون أم وهي الوحيدة لمستعدة للخطوة دي فبتتصدم زوي من كل اللي سمعته وبتخرج السكين من ظهرها وبتهدد ساندي إنها تقتل تريزا لو ما دخلتش معا للحفلة وبيوصل التلاتة للحفلة وبتحاول زوي إنها تقول البقين على اللي حصل مع ساندي عشان يعرفوا إن العالم ما انتهاش ولا حاجة وإن لسه فيه أمل يعيشوا وبتحاول إنها تقول كده بأسرع وقت قبل ما يخلصوا الأكل اللي معاهم وبعدها يموتوا من الجوع لكن بتكتشف إن كلهم سكرانين ومحدش مركز معاها فبتمسك المايك وبتحاول إنها تتكلم بصوت عالي عشان تفوقهم لكن معظمهم بيكون سكران وما بيستوعبوش الخبر وتاني يوم بيصحوا من النوم وبيكتشفوا إن فيها عدد كبير من البنات اللي معاهم في المدرسة سرقوا المركب الخاص بساندي وخدوا وكمان كل المركب الصغيرة الموجودين ويربوا على أمل إنهم يلقوا أي سفنة تنقذهم وبيعدي 18 يوم وبتسوق الأحوال لدرجة إنهم بقى ياكلوا من الأحزايا والسجاد الموجود في المدرسة في الوقت ده بيكون كلهم لسه عندهم أمل إن حد ينقذهم معادي إيميليا اللي بتكون فقدت الأمل في كل حاجة وكمان بطلت تاكل أو تشرب وكأنها مستنيها الموت وبيتكون زوية متأثرة باللي بيحصل وبيتحاول تتكلم معا كتر من مرة لكن إيميليا بيكون غلب عليها الاكتئاب وده بسبب إن حبوب الاكتئاب اللي معها بتكون خلصت وبيفضل البنات يتناقشوا في حل اللي هم فيه لحد ما بيوصلوا لإنهم لازم يضحوا بواحدة فيهم عشان يقتلوها ويكلوها وبالرغم من صعبت الموقف على كل الموجودين لكن ده بيكون الحال الواحد عشان البقين يعيشوا وبيقرروا إنهم يجتمعوا بالليل وكل واحدة تختار شخص هيضحوا بيه وصاحب أكبر عدد من الأصوات هيكون هو واجبتهم الجاية وقرر زوي إنها تروح تكلم مع ساندي وده لإنها الوحيدة اللي بادت عن المدرسة وشافت العلم بره بقى عامل إزاي وبتقول زوي إنها عايز أحبوب مضادة اللي اكتئاب بأي طريقة وبتكون شايفة إن ده الحال الوحيد عشان ينقذوا إيميليا من اللي هي فيه فبترد عليها ساندي وبتقول إنها لما كانت تايها لقى مكان شبه الجزيرة اسمه سكوبا سيتي وعليه مجموعة ناس هم اللي بيسيطروا على كل الأماكن المحيطة وبتقول إن عندهم حاجة كتير لكن عشان يدوكي حاجة من دول لازم يأخدوا مقابل وبتحذر زوي من الناس دي وبتقول إنهم مجرمين ولازم تاخد بالها لو قررت تروح لعندهم وبالرغم من كل المخاطر اللي قابلت ساندي لما كانت تايها بتكون لسه عايزة تمشي من المكان ده وده الإنها متأكد أن ما فيش حد هنا بيحبها ولا عايزة فوسطيهم عشان كده بتقرر حاليا تبني لنفسها مركب ونوية تمشي في قرب وقت اللي بيجتمع الموجودين عشان يختاروا الضحية بتاعتهم وبتتساوي عدد الأصوات ما بين زوي وميجان فبيجبروا إميليا تنضمينهم تقول رأيها عشان تحسم الجدل لكنها بترفض تختار أي حد من الاتنين وبتمشي وبتسيبهم وبتكون زوي خايفة على نفسها فبتفكرهم إنها الوحيدة اللي بتعرف تستخدم جهاز الراديو وعشان كده مش يقدروا يستغنوا عنها وده الإنها الوحيدة اللي هتقدر تبعت رسالة استغاثة وبكده بيكون واقع الاختيار على ميجان واللي بتحاول تلاقي أي سبب مفيد لوجودها لكن مش بتلاقي وبيتفقنهم يسيبوها والتاني يوم يبدأوا في تنفيذ المهمة والتاني يوم بتقرر يني تكشف على ساندي عشان تتطمن على الوضع الصح للطف وبتستعين بالمعلومات اللي قريتها من الكتب الموجودة في المكتبة وبتبدأ إنها تطبقها وبتفاجئهم تريزا إنها موافقة رب الطفل بشرط إن ساندي تقعد معهم وتنسى موضوع المركب ده فبتشكرها ساندي وتوافق على العرض وأثناء ما هم بيوضعوا ميجان بالوضع الأخير بيتفاجئوا إيميليا دخل عليهم بعد ما قرارت تضحي بنفسها وهي اللي تموت ويأكلوها فبتشكرها ميجان وبتكون مبسوطة إن لسه قدامها فرصة تاني في الحياة في الوقت ده بيتفاجئ كلهم بزوي اللي بتمسك عصايا وبتضرب إيميليا على رأسها لحد ما بتفقد الوعي وبتبرر ده وبتقول إنها عملت كده قبل ما إيميليا ترجع في كلامها وبعدها بتبعت البنات يجاهزوا قط الأكل لاخدها إيميليا عشان تقتلها لكن زوي بتكون ضحكت عليهم وتاخد إيميليا ناحية المركب بتاع ساندي عشان تلحق تغربها قبل ما ينفزوا الحكم لكن إيميليا بتفوق على آخر لحظة وبتسألها هي بتعمل إيه فبترد عليها زوي وبتحكي عن سكوبا سيتي وبتطمنها إن ده ما كان هتلاقي عليه حبوب الاكتئاب بتاعتها فبتتأثر إيميليا وبتشكرها إنها عملت كل ده عشانها وبعدها بيتعطبوا على كل اللي حصل وبتسامح كل واحدة فيهم التانية على عملتهم وبتاخد إيميليا المركب عشان تمشي لكن بعدها بتقف وبتفكر شوية فبتلاقي إن زوي لو رجت للبقين هيتلوها لما يعرفوا ليه عملتهم عشان كده بتقنعها تيجي معاه ويهربوا هما الاتنين فبتوافق زوي وبتركب معاها وبيتحركوا في طرقهم لسكوبا سيتي وفي الوقت ده بيكون البنات متجمعين في قط الأكل وفاجئوا بجهاز اللاسلك هو بيبث إشارة من مكان قريب وبيكون صوت شاب وبيقول إنهم جايين من الناحية الغربية عشان يشوفوا لو في حد موجود من المدرسة وينقذوهم فبيفرح البنات وبيجروا ناحية الشاطئ الغربي لكن بيتفاجئوا إن المركب اللي داخل عليهم كله رجالة بان إنهم كلهم يستاولوا على المكان ويقتلوا البنات وعشان كده البنات بيترعبوا وبتمسك كل واحدة فيهم طوبة من الأرض عشان يمنعهم من الدخول وبيخلص الموسم الأول من المسلسل الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام